السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم النهاردة بقى روتين نشيط جدا 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 النهاردة بقى انا روتيني عند حماتي قبل العيد كده طبعا لازما زي ما هعمل في شاقتي لازما نعمل لها برضو في شاقتها اهو نكسب دعوة حلوة كده ودعوة كده من القلب هنعمل ان شاء الله كده هنخسل السجاجد مع بعض كده بطريقة سهلة جدا جدا والطريقة المعتادة ولكن انا اه بعيد وزيد فيها ليه لان احنا بنشجع بعض انا لما بشوف اه حد كده بيخسل بغير وروح عيما بقى غسل السجاب بتاعي وقوم بقى نشط نفسي وكمان بالمناسبة والله العظيم يا بنات اه مش بديعي نفس ان انا شيخة بقى وبدى مواعز والكلام ده لقى ولكن انا يعني كلمتين كده اه لو عندك حماتك عمليها برضو بما يرضي الله وعمليها اه مش اقولك زي ما هي بتعملك لان فيه حموات كتير والله العظيم يعني بيعملوا مراتات اه ولادهم بطريقة وحشة جدا وبطريقة يعني مش مش كويسة وتفضل تجي بقى اسافين بقى لابنها ده جمرتك عملت جمرتك ما معملتش حاجة اصلا يعني ايه يعني غسلت سجادة يعني ايه يعني عملت لنا فطار اه لا مش كده يعني برضو وكل حما بتسمعني من خلال الفيديو ده بالله عليك اتقي الله في مرات ابنك والله العظيم بتتعب والله العظيم ومش تقول ايه يعني ما عادي ده دي سجادة ايه المشكلة يعني والله مش بتكلم احنا نفسي يعني لكن بيحصل معي بعض من المواقف دي يعني بزعل منها ولكن ايه بقول ما عليش كل سن والبي بيبقى ليه حكمه وانا بكرة مسيرك يا مرات الابن تبقى حما ومسيري في يوم من الايام هبقى حما وامرات ابني هتعملني كده ولكن انا بقى مرات ابني طبعا الله اعلم بالظروف وطبعا لما اقبر اكيد مش هبقى زي دلوقت الواحد بيبقى خلقه دي او الكلام ده بس انا عارفة ان انا مرات ابني هدلحة يعني لان انا ما بحبش بحبش عايش في الاكتئاب وما بحبش ادايق نفسي بحب طول الوقت اكون كده مبسوطة حتى لو في عاجة بتدايقني بحاول اطلع نفسي منها كده يعني انا برج الكوس اصلا ما بيحبش المدايقة ولا بيحب الخنقة ولا كده بيحب الحرية وبيحب الهزار وبيحب الضحك والكلام ده اه فانا من خلال الفيديو ده والله بنصح كل اخت معي ان انت تعملي اه حمايتك بما يرضي الله ما تشايلش نفسك في قطقتك قادرة تعملي لها حاجة ساعدة بعض وعملها تقولي طيب مش معنى عندها بنت تعمل لها بنتها بتيجي تاكل وتشرب وتعمل ومتعملش حاجة مش مشكلة عادي انت كوني احسن انت خلي بالك انت دلوقت بتعملي ومحدش بيشكرك لكن ربنا بيضعف في حسناتي وكفية ان انت اما تعملي حتى لو الجوزك مش lacker حانا ان نقول ان ان انت اللي بتعملي ومقيها حاجة كيفية ان انت لو غبت مثلا في يوم روحت عند مامتي ر抽 commissionsي ان انت اللي كنت بتعملي الاكل انت اللي كنت بتروي انت اللي كنت بتعملي انت اللي كنت بتعملي احس في البيت للمكان كده يعني ما تقوليش أصلا عندي عياله كده أنا والله العظيم معي أربع أطفال ومعي طفل بيبي عنده سبع شهور ده ما عرفش عمل منه حاجة زنان ابني زنانة بجد يعني لكن بقومه وبحاول إن أنا نشط نفسي على قد ما بقدر بعمل طلبات بيتي وعمل اللي بقدر عليه عند حماتي وبالمناسبة حماتي أصلا في الشقل اللي قدامي يعني إحنا قدام بعض فهي على طول معي وعلى طول بناكل مع بعض وشرب مع بعض وكل حاجة مع بعض وما فيش منع إن أنا خُش أخس إللاس السجاب بتاعها وما فيش منع إننا روائية لها تروقات العيد وما فيش منع من أي حاجة لإن ربنا مدينا شوية صحة هنا نستخسرها لأ ما نستخسرهوش وكمان شلت الستئر شوفوا كمان نشطة قوي شطورة شلت الستئر بتاعة الشقة كلها بتاعة حماتي وقلت أخسلها لها وغسلنا السجاج ومسحت الشقة كلها من شلت الكنب كيف تقول لك ربنا يكرمك وربنا يعزك لو جي في يوم جوزك يجي عليك او مثلا حصلت مشكلة طبعا مشاكل لا حصرة لها في البيوت اليمين دول واحدة من الناس بيحصل معا مشاكل كتير وانا جوز حلق ادايق جدا اه بس كفاية هي تقول له حرام اه دي دي شاي لعننا حاجات كتير احسن ما تقول له احسن مشيها اعملها كده يعني انت عملي بما يرضي الله وعملك الطيب هو اللي هيتكلم عنك بعد كده يعني اه عندك اه طلبات بيتك اعمليها اه شقة حماتك مش تاخد منك وقت مش هتاخد منك مجهود اللي انت بتعمليه في بيتك هو هو اللي هيتعمل عند حماتك شوية مية عالارضه هتمسعها ايوه بيتعب ايوه بتتعبي لما بتعملي بس معلش يعني هي زي مامتك لو انت مامتك تعبانة مش هتقومي وتعملي لها لا هتقومي وتعمليه هتتنشطي وتعمليه احسن ما بتعملي في بيتك كمان لان دي مامتك اللي جابتك اه فانت حماتك زي مامتك بالزبط مش هقولك هتبقى في نفس الغلاوة ومش هقولك الكلام ده لان طبعا اه يعني اه اه الام هي ام مهما كانت والحمة حما ولكن احنا بنعملهم بما يرضي الله عشان خاطر والله العظيم يا بنات كل حاجة بتتشعل عن تجربة انا ام يعني مش مش كبيرة او ان انا مثلا عندي خمسين ستين سنة لا انا من واقع حياتي اللي انا شفته ان كل حاجة بتتشيل هتعملي طيب هيعود لك هتعملي شر هيعود لك وكل حاجة بتتشيل بس كده انا شلت فرش الكنب وشلت السجات كله وشلت الستار زي ما ورقه وزعفت الشقة ونفطت ونفطت الشبابيك وشلت حتى الملايب بتاعتر السرير كل حاجة بس كده يا بنات هي دي كده كانت الحاجات البسيطة اللي انا عملتها عندها بس كفية الدعوات الكتير الكتير اللي انا خدتها ربنا يجعلها في مزان حسناتي وربنا يهدي اولادي يعني انا ببدع اي حد يعرفني يدعي ان ربنا يهدي اولادي ولو عجبت بقى الفيديو واتنشط معي دعميني بلايك وشير وسبسكرايب كان معاكم اختكم نوجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته